تأتي الحرب ومعها الكثير من التبعات على البلدان التي تحل فيها حيث تؤثر على البنى الاقتصادية والسياسية والثقافية وتتدهور كل هذه الجوانب بشكل ملحوظ وللبنية المجتمعية نصيب أيضاً حيث ينتشر العنف كما يرتفع معدل الجريمة خلال السنوات الأربع الأخيرة وما صاحبها من معارك في أنحاء المدن ظهرت إلى السطح قصص كثيرة عن جرائم لم يكن يسمع بها الشارع اليمني وإن حدثت فإن حدثها كان نادراً وبشكل متباعد حتى بلغت فتاحة هذه الجرائم أن يقدم أحد المواطنين على قتل زوجته أمام أطفاله وآخر يقيد اخته بالسلاسل ويحتجزها في بدروم منزله طوال أربعة أعوام قصص أخرى كثيرة شهدتها العديد من المدن اليمنية كقصص الاقتصاب والقتل والسرقة والسطو المسلح بالإضافة إلى الاشتباكات اليومية التي راح ضحيتها الكثير من المواطنين العنف الأسري أيضاً تزايد بشكل ملحوظ فانتشرت قصص اعتداء الآباء على أبنائهم وزوجاتهم بالضرب المبرح والتعذيب الجسدي الذي يترك طابعاً نفسياً بعيد المدى في هؤلاء الضحايا ويرجع أطباء في علم النفس الأسباب إلى غياب دور الأجهزة الأمنية والفقر والبطالة والكثير من العوامل التي جلبتها الحرب وبسبب غياب دور المنظمات المختصة فإن الإحصاءات المتعلقة بهذه الضواهر تعد منعدمة لكن يمكن القول إن النساء والأطفال يشكلون النسبة الأكبر من ضحايا الجرائم والعنف الأسري وأن نسبة هذه الحوادث تتزايد بشكل ملحوظ يوماً بعد آخر المدن الواقعة تحت سيطرة الميليشيات المسلحة تعد مسرحاً رحباً لهذه الأحداث نتيجة للقمع الذي يمر به المواطنون فيها ونظراً للفساد الذي تشهد هذه المدن وغياب دور الأجهزة الأمنية فيها وما بين هذه الجرائم وقصصها الصادمة المؤلمة وبين غياب الحلول المعالجة لها يقف المجتمع على حافة الحضر والخوف من المستقبل لما تترتب عليه من أبعاً